اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لغه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اشتهد كما حدث مع ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه لما ترددوا عليه شهرا كاملا يسألونه عن المفوضة فهو يقول ليس عندي فيها سنة فيقولون لمن نرجع حتى اشتهد رأيه لكنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الاصل انه يكون غاب عنه النص او جاء النص لكنه اعتقد ان النبي لم يقل هذا القول او وهم الراوي كما قال ابن عباس الابي هريرة عندما قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست منه النار فقال يا ابن هريرة انظر ما تقول على الحفظ يعني الحفظ خوان انظر ما تقول ان النبي سنتوضأ بعد ذلك من الحميم قال يا ابن اخي اذا اذا يعني يا ابن اخي اذا قلت لك عن رسول الله سبحانه لا لا تضرب من امثال فيشك هل قال ام لا ولما قال ابن عمر ايضا عن ابو هريرة اكثر علينا ابو هريرة عندما تكلم عن القراريت انا قلت امامة الجالس الائمة الثلاثة قالوا قالوا يصلون قياما خلفه والامام احمد قال ان ابتدأ ان ابتدأ جالسا ان ابتدأ جالسا فانه يصلون خلفه جالسين وان ابتدأ قائما ثم طرأ الجلوس يتمون له يتمون قائمين نعم الثاني هو عدم اعتقاده انه اراد تلك المسألة بهذا القول عن التوجيه والثالث اعتقاد النسخ وهذا ساعد تفصيله اسباب مخالفة الائمة للحديث وهذا كما قلنا اعتذار الائمة على ذلك حتى حتى يعلم بان الامر فيه ما فيه من عدم الاحاطة حتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عذر كافي للائمة فانهم لو كانوا علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك لا اخذوا به وعملوا به اسباب مخالفة الائمة الحديث هذه الاصناف الثلاث تتفرع الى اسباب متعددة السبب الاول ان لا يكون الحديث قد بلغه من لم يبلغ الحديث لم يكلف ان يكون علما بموجبه قد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله واذا المجل قد بلغه قد قال فيه تلك القضية بموجب ظاهر آية او حديث اخر او بموجب القياس او الاستصحاب من الات الاجتهاد فقد وافق فقد يوافق ذلك احد استارى ويخالفه فان وافق فقد وافق اجتهاده النص كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه رضا في المفاوضة ومن خالف كما فعل ابو موسى الاشعري في الارث فابن مسعود في الاولى له اجران وابو موسى كله اجران واحد وهذا السبب والغالب على اكثر ما يوجد فيها قوال السلف مخالفا لبعض الاحاديث نعم فان الاحاطة باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم غير والدة لم يكن لأحد من الامة بحالها ما استطيع في احد واسع سمعه كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان الاحاديث يحدث بالاحاديث ويفتي ويقضي ويفعل ويقر وكل هذه سنن سنة تقريرية سنة فعلية سنة قولية نعم هناك ما كان من كان يلازم كابي هريرة ديلا نارضا هناك ما كان يتناوب كما كان يفعل عمر والانصري يتناوبون كل يأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما فالاحاطة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم غير واردة بحال من الاحوال على الصحابة فكيف بمن جاء بعدهم وهذا الصحابة النبي معهم يعني معهم يعيشون معه يأكلون معه يشربون معه يذهبون معه يجيئون معه ومع ذلك غابت عنهم الرواة كثير من الرواة غابت عنهم رضي الله عنهم وارضاهم نعم ومن الأمثلة على ذلك نعم أو الأمثلة الكثيرة على ذلك مع أن أبا بكر أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وعمر أيضا فهما وزيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهما وزيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول ذهبت أنا أبا بكر وعمر جئت أنا أبا بكر وعمر فهذه دلالة على الملازمة ملازمة وهي حق ملازمة ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بالأحاديث قد لا يبلغ أبو بكر وعمر فأبو بكر الصديق رد العرضاه جاءت امرأة له فسألته عن مرافها وهي كانت جدة فقال أبو بكر لا أعلم لك في كتاب الله فرضا وما علمت أن النبي السلام أعطاك شيئا حتى شهد المغير بن شعبة محمد بن مسلم عنده بأن النبي أعطاها السدس وعمراء بن حسين أيضا قال بذلك وشوف انظر هنا المغير بن شعبة محمد بن مسلم حتى عمراء بن حسين ما كانوا يلازمون النبي السلام ملازمة كمنازمة أبو بكر وعمر ومع ذلك السنة هذه غابت عن أبو بكر حتى حكم أبو بكر لها بالسدس لما قالوا له ذلك وكذلك عمر بن الخطاب رد العرضاه لم يكن يعلم أيضا بهذا ولم يكن يعلم أيضا ولم يكن يعلم عمر الخطاب أيضا لم يكن يعلم بأن الجنين الغرة وحكم بحكم حتى قالوا له أن النبي السلام حكم بأن الجنين الغرة فحكم به فغاب عن عمر وعمر أيضا كان أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وعمر الخطاب أيضا ما يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجه بل يرن أن الدية كاملة للعاقلة ومع ذلك قال بعث الضحاق بن صفيان إليه وهو أمير للرسول الله في بعض البوادي يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فترك رأيه لذلك وقال لو لم نسمع بذلك لقضينا بخلافه فغاب عن عمر المخطاب ذلك وغاب عنه أيضا أن في الجنين الغرة ولم يكن يعلم أن حكم المجوز في الجزية هو حكم أهل الكتاب ولأنه غاب عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب فظاهر جدا هذا الباب وأيضا عندما كان ذاهبا إلى الشام وكان سيدخل وعلى ذلك قال أرجع هو قال إني راجع المدينة حتى قال له أبو عبيدة قال له كلاما عجيبا قال له أتفر من قدر الله قال نعم أفر من قدر الله لقدر الله أفر من قدر الله إلى قدر الله حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فوفق ما رجحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهذا ضرب أمثلة على من على من لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تم وفي مواضع أيضا قد قاضى في ديت الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها فكان يجعل لكل منفعة لها لها مقدار ومعيار وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وما دونه في العلم بكثير علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل الأصابع هي سواء فأخذ بكلامهم وأيضا معاوية لما جاءه هذا النص عمل به وكان عمر أيضا ينهى عن الطيب قبل الإحرام فلما قيل له أن النبي السلام قال بذلك فعل به هذا غاب عن عمر الخطاب هذا غاب فيعتزل له لنوم لم يبلغم حديث عائشة رضي الله عنه قال الطيب ترسول الله سبحانه لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف التاسع للمسلم وكان قالت رأيت وابيس المسك في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فغاب عنه أيضا غاب عنهم أن المرأة تعتد في بيتها التي جاءها خبر موت زوجها فيه فحكم بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فقد غاب عن كثير من الصحابة رضي الله عليهم الأثر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مكثب ببيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فلذلك أخذ به عثمان بن عفان رضي الله عنه وأهدي عثمان مرة صيد كان صيد لأجلي فهم بأكله حتى أخبره عليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له يعني ذبح له ذبح لأجله وكذلك عليه قال كنت إذا سمعت من رسول الله سبحانه حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني به وإذا حدثنا غيره استحلفته فإذا حالف لي صدقته حدثنا بكر وصدقاني أبو بكر نعم ولا حديث عظيمة لا تنحصر ولو أخذنا بذلك أنظر إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وما حدث معه أنه أفتى بجواز الدرهم والديرين الدرهم بالدرهمين والدنار بالدنارين وأيضا ابن عباس أفتى بنكاح المتعة وأيضا علي بن أبو طالب أيضا غاب عنه بأن الله يعذب بالنار ولذلك أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقد غاب عن كثير من الصحابة الروايات ويعذلون في ذلك فيكون هنا العذر للأهمة هو عدم بلوغ النص لهم نقف عند هذا إن شاء الله ومع أيضا بعض المعذيش لابد أن نتكلم عنها وللأئمة بذلك هل يجوز الصيام بنية معينة يعني ابنها مثلا الزوجة أو العمل ما فهمت يعني الصيام حتى إذا لم يأذن الزوج تفطر مثلا ماذا ماذا لو في أسئلة تفضلوا الآن أنا ما أرأى أسئلة أسئلة لو في أسئلة توني بها الآن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر